موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الرابع الاجتدائي المشاهدين والمتابعين لقناة منارة العلم انجلش فور يو وأولياء أمورهم الكرام أهلا ومرحبا بكم في لقائكم وتجدد على قناة منارة العلم انجلش فور يو النهاردة بناء على رغبات السادة أولياء الأمور بنقدم منهج الساينز لمدارس اللغات هنبدأ مع بعض من الوحدة الأولى هنشرح مع بعض أول درس فيها وهنكمل إن شاء الله شرح بقية المنهج كله قبل شهر واحد هيكون المنهج خلصان بالمراجعة بتاعته هيكون كل شيء تمام إن شاء الله هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علم الغيوب واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت ستجعل علينا كله صعب سهل بإذن الله يلا مع بعض نشوف أول كونسبت في الوحدة الأولى Adaptation and Servivals ونشرحه مع بعض يلا بينا مبدئيا كده عايزين نعرف Adaptation and Servival ليه وإيه سببه يعني إيه كلام ده؟ يعني بعض المشاكل زي ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة أو كسرة أو كلة الماء أو كسرة أو كلة الغذاء بيؤثر على حياة الكائنات الحية Animals and plants adapt to environmental chains in order to survive النباتات والحيوانات بتتكيف مع التغيرات البيئية عشان تقدر تعيش حاجة زي الجمل مثلا عنده الهمب اللي هو السنان بتاع الجمل اللي بيخزن فيه الدهون عشان وقت ما يحتاج المية والأكل لما ما يكونش فيه مية وأكل يبتدي ياخد من الدهون اللي هو مخزنة في الهمب دي ويأكل ويشرب منها The skin الجلد بتاعه The flat feet القدم بتاعه العريضة عشان ما تغص في الرملة ويقدر يمشي فيه ريمان الصحراء The nostrils اللي هي فتحات الملاخير بتاعته فتحات الملاخير بتاعته عندها الكدرة إنها تفتح وتقفل لما تيجي رياح عشان تسد الملاخيره ويقفل عنه عشان الرملة ما تأصرش لا في ملاخيره ولا في عناه The eyebrows وال Eyelishes اللي هي الحواجب والرموش عنده برضو الكدرة إن هو يقفلها لما تيجي رياح محملة بالطراب جامد عشان ما تأصرش عليه يبقى أول حاجة كده بنتكلم عن Adaptation for survival اللي هو التكيف والبقاء والتكيف والحياة How living organisms protect itself from extreme heat of the sun يعني كيف تتكيف الكائنات الحية مع الظروف البيئية وتحمي نفسيها مثلا من أشعة الشمس الحارة عندي Desert Lizard اللي هي السحلية بتاعت الصحراء أو السحلية اللي بتعيش في الصحراء دي بتتكيف عن طريق By finding shaded area إن هي بتبحث عن أماكن فيها ظل فبتستخبى من الحرارة بتاعت الشمس في الصحراء في الأماكن ذاتة الشدد area الأماكن ذاتة الظل Balm leaves اللي هي أوراق النخل Covered with waxy layer مغطاة بطبقة شمعية للحماية من الحرارة Human being اللي هو الإنسان By using umbrella and light closes باستخدام المظلة الشمسية وارتداء الملابس الخفيفة يبقى حلوة دلوقتي شايفين كزا نموذج للكائنات الحية نموذج من اللي هي الorganisms نموذج للأنيمالز وللبلانز وللهيومن أنيمالز زي Desert Lizard بيعمل إيه؟ بيعمل finding shaded area بيدور على أماكن فيها ظل البالم ليفز عندها اللييفز بتاعتها Covered with waxy layer مغطاة بطبقة شمعية تحميها الهيومن بيينج مثلا بيوز الأمبريلا بيستعمل الشمسية عشان تحميه من أشعة الشمس الحرى and light closes and wear light closes وبيلبس الملابس الخفيفة عشان تحميه من أشعة الشمس These different ways are protection known as adaptation الطرق المختلفة اللي قدرنا دي دي طرق بيبقى اسمها التكايف هو ده التكايف إن أنا أتكايف مع البيئة اللي أنا عايش فيها وأحمي نفسي من الحاجة اللي بتزعجني فكل كائن من الكائنات اللي قدامي دولة تحمى نفسه من أشعة الشمس بطريقته السحنية راح تستخبت في مكان في ظل ورق الشجر كون طبقة شمعية عليه تحميه من الحرارة إن إنسان استخدم الدم من ملابس الخفيفة واستخدم الشمسية عشان يحمي نفسه من الحرارة تمام؟ طيب these different ways for protection known as adaptation الطرق اللي احنا كلمنا فيها دي هي دي التكايف يبقى الادابتاشن هو إيه؟ اللي هو التكايف عبره عن إيه؟ a change happens over the time that helps living organisms to survive and reproduce يعني التغيير اللي بيحدث للكائن الحي وبيساعده على البقاء والتكاصر ثاني adaptation اللي هو التكايف a change happens over the time that helps living organisms to survive and reproduce يعني التغيير اللي بيحدث للكائن الحي واللي بيساعده على البقاء والتكاصر طب لما يجي أنا أسألك وقول لك give a reason living organisms make adaptation ليه الكائنات الحية بتقوم بعملية التكايف؟ تقول لي to survive and reproduce عشان تعيش وتتكاصر أو عشان تبقى على قيد الحياة وتتكاصر تمام؟ طيب دعالوا نشوف الكلمات الكلمات اللي هو المناخ الكلمات is considered one reason for adaptation يعني بيعتبر المناخ سبب من أسباب تكايف الكائنات الحية المناخ اللي هو إيه؟ اللي هو ارتفاع أو انخفاض temperature اللي هو high أو low temperature ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة طيب أنا نوجيت هشوف مثلا الادابتاشن فيه البيغوينز to survive in cold environment يعني تكايف البطريك عشان يعرف يعيش في الأماكن البردة البيغوينز live in Antarctica اللي هم الكرة الكتبية الجنوبية البطريك بيعيش في polar climate closest place on earth البطريك اللي بيعيش في الكرة الكتبية الجنوبية دي اللي هي أبرد وأسقع مكان على كوكب الأرض اللي بيكون الحياة فيها على طول جريد يعني وانت قاعد كده الدنيا بتنقط جريد طب إزاي بقى البيغوينز زوت هيعمل عملية adaptation to survive in cold environment عشان يعرف يعيش في البيئة البرد دي يلا مع بعض نعرف بيعمل بينجوين has fat layer and sick feather on his body يعني بيحتوي جسم البطريك على طبقة من الدهون تحت الجلد وبيغطي جسمه ليش كسيف ده كله ليه؟ عشان يعرف يتكيف مع البيئة البردة اللي هو بيعيش فيها to keep its body warm in the freezing cold عشان يجعل الجسم بتاعه بيشعر بالدفع في الأماكن البردة طيب هو الجسم كله بتاع البيغوين has fat layer and sick feather عنده الطبقة من الدهون اللي تحت الجلد وعنده ريش كسيف طيب its toes اللي هي في الفيت اللي هي الصوابع بتاعة رجليه والرجل بتاعة البطريك ما فيهاش feather ومهاش fat layer طب أمالي إزاي هيقدر أنه هو يحس بالدفع وما يسقعش من الرجلي دي يبقى البيغوين's toes feet have no fat and no feather يبقى أرجو للبطريك لا تتجمد رغم عدم وجود دهون تحت الجلد وغير مغطاة بالريش كسيف طيب عايزين نفهم بقى how penguin keeps its toes feet from freezing إزاي البنجوين البطريك بيحافظ على القدم بتاعه دوت من غير ما يتجمد رغم إنه بيعيش في البيئة البردة والقدم بتاعته لا فيها sick feather ولا فيها fat layer the warm blood vessels from body wave around the cold blood vessels from feet to heat up يعني إيه الكلام ده الفيت بتاعته أو التوز بتاعته عندهم blood vessels عندهم أوعية دموية الـ blood vessels from body الأوعية الدموية اللي من الجسم بتكون around بتكون حوالين the cold blood vessels from feet حوالين الأوعية الدموية السقعة المتلجة دي اللي هي بتاعت القدم فعندما هتتنامس الأوعية الدموية الدافئة بتاعت الجسم الأوعية الدموية الباردة بتاعت القدم هتعمل على تدفئة القدم بتاعت البطريك فلا يتجمد البطريك ثاني the warm blood vessels from body wave around the cold blood vessels from feet to heat up يعني الأوعية الدموية الحرة بتاعت الجسم اللي فيه الطبقة الدهنية واللي فيه الريش بتكون حوالين الأوعية الدموية البردة بتاعت البطريك اللي فرجله اللي بتكون متجمدة فالأوعية دي بتتلف حوالين الأوعية دي الأوعية الحرة هتخلي الأوعية البردة ما تتجمدش تمام؟ طيب زي مثلا فكرة ايه فكرة الحمام بتاع الشوكولاتة انتوا لما بتجي تعملوا طورة في البيت و بتجيبوا الشوكولاتة الخام مش بتعملوا الشوكولاتة الخام دي حمام حمام مية بمعنى أن الشوكولاتة دي بتكون هي بارة كبيرة كده مجمدة فانت بتروح مسخة المية وحاطت الشوكولاتة دي في طبق و حاطت الطبق دوت فوق المية للسخنة دي فالشوكولاتة بتسيح نفس الفكرة الشوكولاتة الجمدة دي بقى هي البلاد فيزلز بتاعت التوز تمان؟ بتاعت البطريك والحمام بتاع المية السخنة هي البلاد فيزلز بتاعة البادي اللي هو بتاعت الجسم اللي عامل حرارة فالجسم اللي فيه حرارة ده هيخلي البلاد فيزلز بتاعة التوز دي تسيح معاه فبالتالي مش هيخليها تتجمد هتبقى على طول فيه درجة حرارة من التدفئة يعني تمام؟ طيب لازم تعرف حاجة أن الورم بلاد فروم بادي موف داون يعني الدم السخن الدافي بتاع الجسم اللي هو جاي من الريش والطبقة بتاعة الدهون اللي موجودة في البطريك بيمشي من أول الجسم التحت عشان يوصل لإيه؟ للأجدام إنما الكولد بلاد فروم فيت موف أب إنما الدم السائع بتاع الأجدام بيمشي لفوق يبقى الدم الدافق بتاع البطريك بيمشي من الجسم الأسفل إنما الدم البارد بتاع الأجدام بيمشي إلى أعلى تمام؟ طيب يبقى البيونز عندي الادابتاشن بتاعتهم إن هم في أنتركاتيكا We have fear to warm وبلود فيزلز in their feet ووالمزلز warp around cooled فيزلز ودالي عشان تو ترانسفير ترانسفير ووالمزلز ووالمزلز تمام؟ وبلود فيزلز فيزلز إنه سرانسفير بلود فيزلز من الجسم لذلك تجعله فيزلز مزلز الفير الفير that it have it is sick white fur so it keeps it warm تمام؟ طيب يبقى الادابتاشن بتاع البنغوين إنهو have fear to be warm have blood vessels in the feet surrounded by blood vessels from the body warm vessels warp around cooled vessels to transfer heat and warm their feet تمام؟ طيب تاني حاجة من حاجات التكيف بعض الكائنات الحية بتلجأ ليها الكيموفلاج الكيموفلاج يعني التخفي إن الكائن الحي يتخفى من أجل أن يتكيف ويقدر على البقاء يبقى الكيموفلاج ده is one example of adaptation to survive يعني حاجة من حاجات التكيف اللي بيقدر الكائنات الحية إنها تعملها عشان تعيش يعني التخفي أنا مثلا عايش في صحرة فالمفروض رون الرمال والجبال أصفر فأنا عشان ما بقاش معروف للإعداء عشان ما يجوش يصطدوني كفريسة أحاول إن أنا أغير شكلي فأخلي لوني أنا كمان أصفر بحيث إنهم ما يبقوش عارفين يفرقوا ما بين الشكل بتاعي وما بين رون الرمال فأتخفى واستخفى في الرمال فما يعرفوش يوصلوني عشان يصطدوني أو عشان يكلوني تمام؟ طيب الكيموفلاش دوت معناقي بقى بالإنجلش It is an example of adaptation يعني نوع هو من أنواع التكايف In which some animals hide from predators or prayers يعني اللي هو أحد أنواع التكايف اللي بيساعد الحيوانات to hide على التخفي التخفي من مين بقى؟ من الـ predators اللي هو من الحيوانات المفترسة or praise أو التسلل الفريسة يعني by blending with surrounding environment عن طريق أنه هو بيخلي شكله زي البيئة المحاطة به فما يعرفوش يفرقوه يا إما الحيوان بينجأ لكده عشان فيه حيوان أكبر منه عايز يكله حيوان مفترس فبيهرب منه أو هو ذات نفسه الحيوان ده عايز يروح يكل حاجة فعايز يروح لها وياخدها خفية من غير ما ما تاخد بالها من شكله تمام؟ هو دوت التخفي اللي هو الكيموفلاج ده is one of adaptation in which some animals hide from predators or praise by blending with surrounding environment تمام؟ طيب مثال بقى للكيموفلاج ده desert lizard اللي هي السحرية بتاعت الصحراء السحرية بتاعت الصحراء بقاهو بيبقانونها أصفر والهي الرمل أصفر فتقدر تستخبى لو جه حيوان مفترس إنه هو يكلها وتقدر تستخبى لو هي عايزة تروح تاكل دودة أو حشرة بحيث إنها ما تشوفهاش تمام؟ يبقى desert lizards keep their bodies cool by using shadow in pores or under trees in very hot times كمان هم بيخلوا الجسم بتاعهم على طول الجسم بتاعهم كول بارد ما يبقى السخن ما يتأثرش بالحرارة عن طريق إنهم بيدوروا عن أماكن اللي فيها ظل وبيروحوا يستخبوا فيها lizards have colored scales هي عندها حرفيش أو كشور في جسمها ملونة help them hide among the colored rocks in the desert بتساعدها إنها تستخبى في الصخور الملونة في الصحراء to hide from predators or snake upon its prey إنها تستخبى من الحيوانات المفترسة أو تستخبى عشان تعرف تلتهم هي حيوان يعني تكون هي هتاكله تمام؟ طيب عايزين بقى كمان examples of animals make camouflage يعني أمثلة على حيوانات بتكون بعملية التخفي كنوع من أنواع adaptation to adapt and survive عشان تتكيف وتعيش examples of animals make camouflage زي أول حاجة يعني أمثلة للحيوانات اللي بتقوم مع مية التخفي البولار بير اللي هو الدب الكطبي الهابيتات بتاعه يعني الموطن بتاعه بيكون في architect region يعني في الكطب الشمالي way of adaptation يعني طريقة التكيف it has thick white fur هي عندها فراء أبيض كسيف ليه الفراء الأبيض الكسيف ده عامل زي البلطة أو الجاكت اللي هي بتبقى لابساه to keep it warm and to blend with snow to snake up on its spray يعني عشان يخليها على طول دافية عشان هي بتعيش في الكطب الشمالي فدرجة الحرارة بتكون بردة وبيكون الدنيا فيها تلج فهي تقدر تدفى عن طريق الفرو اللي عليها ده كمان هي بتقدر تتخفى في الجليد دوت لأن الجليد لونه أبيض وهي الفرو بتاعها لونه أبيض عشان تقدر تروح تفترس الفريسة اللي هي حتى كلها فتستخفى منها والفريسة ما تشوفهاش فتهرب طيب تاني حاجة brown beer and dark beer اللي هو الدببة ذات الفراء الغامق يعني اللي بيكون لونها بني أو اسود الدببة البنية أو السوداء دي بتعيش فين الهابيتيت بتاعها في الفورست اللي هي في الغابات it has dark fur يعني عندها فراء داكن ليه بقى to stay hidden among trees during hinting يعني عشان لما يجي الصياد عشان يصطاد هي تتخفى منه وتبقى مستخبية ما هم بيصطادوا الدببة دي عشان ياخدوا الفرو بتاعهم ده ويعملوا فررات وجاكتات وتتبع بمبالغ كبيرة في صناعات أصلاً قيمة على الفرو بتاع الدببة ده فهي عشان تحمي نفسها من الصيادين انهم ما يصطادوا هاش هي بيبقى لونها بني او اسود لانها بتبقى عايشة في الغابات فتقدر تستخبى في الأشجار لان الشجرة بتبقى الجزع بتاعها برضو بني فيحصل تمويه كده على الصياد ما يشوفش كويس فما يعرفش ان هو يصطادها طيب الحيوان التاني اللي هو الفينك فوكس او الكراكل طيب دولات بيعيشوا فين اللي هو تعالى بالفينك او الكت البرة دولات بيعيشوا في الديزرت وعشان بيعيشوا في الديزرت فهم لازم يبقى لون بتاعهم يبقى لونهم ايه يبقى لونهم يلو زي الرمال بتاع الصحر عشان يعرفوا يستخبوا نقول عليهم يعني عندهم فراء نونون الرملة كده او اللي هو يالو وايت فر اللي هو بيبقى لونهم نقول عليه سامني اصفر ليه عشان تتخفى وتستخبى في رمال الصحراء فبرضو الفريسة متشوفهاش وهي راحة كلها وفي نفس الوقت لو في حيوان مفترس عايز يجي عشان يكلهم هم يستخبوا برضو في الرمال بتاع الصحراء ده فايتوه جواها ما يبقاش عارف انهي فيهم التعلب وانهي الرملة لان ان التعلب عنده سانديفير والرملة اصلا نونها يلو فما يعرفش بقى يفرق بينهم تمام طيب اللي هما السحاني الديزرت طبعا دولات الهابيتات بتاعتهم بيكون الديزرت في الصحراء بين كلورفل روكس يعني بيكون جوا السخور الملونة بين كلورفل روكس يعني السخور الملونة they have colorful scales عندهم حرفيش ملونة to make them hard to see between روكس عشان يتخفوا بين السخور الملونة تمام طيب يبقى زي ما احنا شايفين كده the brown or black bear اللي هو الدب البني او الدب الاسود it is distinguished by dark brown or black fur يعني هي مغطاة كلها بالفرو البني او الفرو الاسود which helps it hide among the trees while hunting اللي بتساعدها انها تستخبى في الأشجار أثناء عملية الصيد عشان يبقى فيه تمويه اللي بيصطاد ما يشوفهاش وميعرفش ان هو يصطادها طيب نوع تاني من أنواع الادابتاشن اللي هو التكايف البات البات اللي هو الخفاش البات المسط بتاعته depend on ecolocation اللي هو بيحدد الموقع عن طريق صدق الصوت لان البات ده بيكون active at night بيكون نشيد بينشط بالليل هو من الحيوانات الليلية اللي بينشط بالليل it is not scary but important هو مش مخيف بس هو مهم from mammals by fly weak wings to fly feed on insects like bees and butterflies هو من الساديات وهو بيطير وهو من الماملز وهو بيطير عنده جناحين ولكنهم جناحين بيكونوا ضعاف يعني وبيتغز على الحشرات زي الانسكتز وزي الفراشات وزي النحل يعني هو بيكون الحشرات والفراشات والنحل طيب help plants and flowers هو بيساعد النباتات والزهور sleep inside down position head is down بينام بطريقة معكوسة يعني دماغه هو نايم بتكون تحت تمام وطبعا active in night زي ما قلنا يعني نشيد بالليل طيب الكط البري اللي هو بيبقى كط كبير شوية كده وبيبقى شبيه بالأسد أو النمر بس هو من سلالة الكطة يعني كطة عملات كده شوية اللي هو اسمه carackel اسمه كراكل ده هو اسمه كده من الحيوانات هو بيعتبر من الحيوانات أو الساديات أكدة اللحوم هو يعني من سلالة النمر والأسود اسمه carnivorous mammals يعني ساديات أكدة اللحوم with golden fur بجلد لونه يعني أصفر برضه أو لونه دهبي كده that helps its hide in the desert عشان يقدر يستخبى في الصحرة كل الحيوانات اللي بتعيش في الصحرة بيبقى الفير بتاعهم golden أو yellow عشان hide in a in the desert تمام؟ طيب الفينك fox طبعا it is a small fox that lives in the desert هو طبعا بيكون صغير تعلب صغير بيعيش في الصحرة and it is distinguished by its large ears and golden fur that helps it hide in the desert من أهم صفاتها إن هي عندها الودان الطويلة دي كبير عشان بتسمع بيها الانسكس وبتطلع بيها الهيت من ودانها عشان يبقى الجسم بتاعها cool عشان desert والtemperature اللي هو so hot وكمان عندها golden fur اللي بيساعدها to hide in the desert تمام؟ طيب عندي بقى البول شارك البول شارك ده has an quick adventure over other sharks عنده ميزة عن بقية الاسماك الكرشي يعني ده اسمه كرش السور اللي هو بول شارك ده اللي هو كرش السور ودوت عنده adventures عن بقية الشارك it can live in fresh and salty water بإنه بيقدر يعيش في المية الملحة ويقدر يعيش في المية العزبة يعني البل شارك اللي هو سمك القرش اللي هو اسمه قرش السوردة بيقدر يعيش في المية الملحة والمية العزبة طب هو بيعمل adaptation ازاي؟ هو بيعمل عملية برضه كيموفلاج الكيموفلاج بتاعته بيكون ايه؟ بيكون عن طريق colored contrast هو عنده الوان مختلفة يعني الضهر لون والبطن لون بيبقى دالونه ابيض ودالونه اسود فيقدر انه هو يتخفى ويبعد عن الفريسة لحد ما ييجي معليها ويكلها تمام؟ طيب عندي التايجر شملون اللي هو نوع برضه من انواع الحيوانات اللي بيكون الجسم بتاعه كله covered with scales اللي هو بيكون كل الجسم بتاعه وفيه برضه حرفيش colored scales دي بتساعده to hint and hide among leaves and flowers بتساعده انه هو يستخبى ما بين الازهار وأوراق الشجر كمان بيساعده to make an atmosphere اللي هو يخوف الاعداء in dangerous to look bigger لما بتحس بخطر بتنفش نفسها كده وتنفش جسمها فبتبان اكبر it has V shaped feet القدم بتاعها بيكون على هيئة سبعة القدم ده بيكون على هيئة سبعة ليه to stick to the branch to hint most of day عشان يعني تمسك فيه الغصن بتاع الشجرة كده تبقى ماسكة فيه كويس بحيس انها ما تقعش والصياد ما يعرفش استادها وما تبقاش فريسة لحيوان تاني يعني فبتمسك برجليها اللي على هيئة سبعة دي تلزق كده فيه الفرع بتاع الشجرة كل بقى الادابتاشن اللي معاها دي دي اللي هي scales والshaped feet اللي هي على هيئة V وان هي can make its body bigger if there is dangerous كل ده to hint and hide from animals عشان تعرف تستطفرستها وفي نفس الوقت تستخبه من اي حيوان مفترس او من اي عدو ممكن يهجمها طيب بعد ما شفنا الصور من الادابتاشن وعرفنا ليه الكائنات سواء حيوانات او انسان او بني ادم يعمل ادابتاشن عايزين نعرف types of adaptation اللي هو انواع التكايف التكايف ده نوعين التكايف ده نوعين اما بيكون behavior adaptation يعني تكايف سلوكي او structure adaptation او تكايف تركيبي او بنسميه physical يعني فيزيائي طبعا التركيبي ده يعني حاجة محطوطة في جسم الانسان ربنا خلقها له عشان يعرف يعيش في البيئة اللي هو فيها وده لما بتتكلم مثلا عن الجلود بتاعة الحيوانات اللي بيبقى فيها طبقة شمعية لما بتتكلم مثلا عن البطريك الجسم بتاعه مليان فيزيلز اللي بتدفيه ده كله كده بيبقى تكايف تركيبي انما التكايف السلوكي اللي هو behavior اللي هو السلوك الحيوان في بيئة معينة عشان تجعله يتكايف ويعيش في هذه البيئة طيب يلا نشوف مع بعض definition ونشوف examples فهنا ما بقول physical adaptation بقول التعريف بتاعه a change happens in the body of animals يعني تكايف بيحدث في جسم الحيوان زي ايه؟ زي blood vessels in penguin feet زي الاوعية الدموية اللي موجودة في القدم بتاعة البطريك with the sick fur of the polar bear والفر والكسيف بتاع الدب القطبي طيب انما الbehavior adaptation اللي هو التكايف السلوكي ده معنى a change happens in the behavior of animals يعني تكايف بيحدث في سلوك الحيوان ده بيبقى زي ايه؟ زي desert lizard اللي هي looks for shade in hot sun اللي هي بتبحث عن اماكن الظل لما بتزداد درجة الحرارة ده كده مش بيبقى حاجة تركبية في جسمها لأ ده بيبقى تكايف سلوكي منها ان هي بتروح في الضل لما بيبقى فيه شمس كمان عندنا ايه؟ immigration of some animals يعني ايه؟ حجرة الكائنات الحية او الجحر بتاع الكائنات الحية يعني ده نوع من انواع ايه؟ التكايف لما بيحسوا مثلا ان فيه فريسة يعني ان هما هيبقوا فريسة اللي عادوا او فيه حاجة جاية بيخشوا الجحور بتاعتهم لما بيحسوا بخطر بيخشوا الجحور بتاعتهم فده نوع من انواع التكايف السلوكي طيب يبقى الادبتاشن دوت تو طيب زي ما احنا قلنا يا اما فيزيكال ادبتاشن يا اما بهيفيال ادبتاشن يعني يا اما سلوك فيزيائي تركيبي يا اما سلوك يعني يا اما تكايف سلوكي التكايف السلوكي is a change in the behavior of a group of animals اللي هو تغيير في سلوك مجموعة من الحيوانات زي مثلا keep body cool اللي هو الحيوان مثلا بيحاول انه هو يخلي الجسم بتاعه دايما بارد وكويس وما يحسش بارتفاع درجات الحرارة عن طريق مثلا زي اللي بتدور على شدد ايرا اللي بتدور على مكان مثلا يكون في ظلم عندي بعد كده كمان اللي هو السلوك الفيزيائي اللي هو اللي هو اللي هو بقى ده موجود في جسم الحيوان ذات نفسه زي مثلا الحيوان الحيوان يكون عنده مثلا حرفيش ملونة بتساعده انه هو يستخبه او زي اللي في البينجوين اللي احنا استقلينها او زي الفير اللي بيبقى موجود فيه الحيوانات كتير عشان يبقى وورم وهكذا طيب هنا فيه مقارنة ما بين الفينج فوكس والاركيتك فوكس اللي هو تعلب الفينج والتعلب القطبي ايه الفرق بينهم؟ بيتسائل فيهم كتير برضو في الامتحان تعالوا بقى نعرف الفرق بينهم الفينج فوكس اللي هو تعلب الفينج يعني بتعيش فيه مناخ صحراوي جاف يعني بتتحمل ضلاجات الحرارة العالية بتتحمل الحر بيتمتلك الفارو اللي لونه بني او لونه دهبي او لونه اصفر اللي هو زي لون الرمل بتاع الصحرا فده بيساعد انه هو يتخفى في الصحرا يعني بيعتمدوا على الهالس اللي هما يطلعوا اللي لسانهم يعودوا يقولوا ها ها زي الكلاب مش الكلب بيلهس كده اللحس بتاع الكلاب او بتاع تعالب الفينج ده ده بيجعل درجة الحرارة بتاع الجسم بتاعتهم كول عشان يقدروا يتحملوا المناخ القاسي عندها برضو الودان الكبيرة اللي بتساعدها انها تفقد الحرارة من خلالها فبتخلي الجسم بتاعها على طول بارد انما الاركاتيك فوكس اللي هو التعلب الكتبي بتعيش في مناخ تاني من الصحاري اللي بتكون حارة جدا وجافة جدا وفي نفس الوقت برد جدا يعني بيكون المناخ بتاعها جاف وفي نفس الوقت برد جدا الصحاري اللي هما بيعيشوا فيها دي اسمها كولد تندرة اسمها تندرة يعني عندها الجلد السميك بيكون لونه ابيض ليه ابيض هتلاقي ان اي حاجة بتعيش في الصحراء بيبقى جلدها اصفر انما اي حاجة بتعيش في بيئات برده بيبقى جلدها ابيض عشان تعرف تستخبى في الجليد في السنو تمام فالجلد ده بيخليها تعرف تستخبى في الجليد وتعرف انها تستخبى عشان مفيش حاجة تفترسها وتعرف انها هي اللي تفترس الفريسة التعلب بتاع الاركيتك ده شبه الكلب كده شوي فبنلاقي ودنو صغيرة ورجلو صغيرة ودنو صغيرة ورجلو صغيرة عشان يحافظ على دفء الجسم بتاعه ده بيساعده ان هو يحافظ على دفء الجسم بتاعه لانه هو بيعيش في البيئة البردة فالحيوان اللي بيعيش في البيئة البردة بيكون الجسم بتاعه الفرو اللي فيه ابيض عشان يستخبى في الجليد وبيكون ويدانه ورجلو صغيرين عشان يشعر بالدفع بعكس الحيوان اللي بيعيش في الصحراء اللي بتكون ويدانه كبيرة عشان يطلع الحرارة من خلالها واللي بيكون الجسم بتاعه ميال للون الدهبي او اللون البني او لون ريمان الصحراء النوعين بقى دولت بيشتركوا مع بعض في ايه؟ انه انهم بيأكلوا كل الحشرات بيأكلوا كل الفواكه بيأكلوا كل جزوع النباتات وبيأكلوا كمان بوائي الحيوانات اللي هي بيكون مثلا اسد مثلا التهم حمر وحشي وفاض منه مثلا كم حكتة لحمة كده ومرميين يقوم التعلق بتاعي في انك دوت بيأكل بيأكل الحيوانات اللي بقية من التهم حيوان تاني يعني بيأكل الفرائس اللي تم حيوان تاني اكلها يعني يفاض منها حينة تمام؟ طيب عايزين برضو ناخد انواع 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 التكايف ناخد كل حيوان ونشوف الحيوان ده الفيزيكال ادبتاشن فيه بيبقى عبارة عن ايه؟ والبيهيفير ادبتاشن فيه بيبقى عبارة عن ايه؟ لو جينا مثلا خلنا الشيمينون اللي هي حرباء النم هنلاقي ان ات ليفز ان تروبيكال رينفورس يعني هي بتعيش في الغابات الاستوائية طيب عايزين نعرف البيهيفير ادبتاشن فيها ايه؟ والفيزيكال ادبتاشن فيها ايه؟ اول حاجة في الفيزيكال ادبتاشن اللي هو التكايف تركيبي وده لا دخل الانسان به ده من عند ربنا كده ربنا هو اللي بيحطه في الكأن الحي تمام؟ اول حاجة عندها اكسامها مغطاة بالحرفيش المنونة عشان تختبئ من الفرائس يعني متبقاش هي من حيات المتوحشة اول حاجة ما يكلهاش وكمان عشان هي لما تيجي تدور على الاكل بتاعها وتروح للفريسة الفريسة متشوفهاش طيب تانية حاجة عينيها بتتحرك في اتجاهات مختلفة يعني تبقى بصرك شمال وهي اصلا اصلا انها تبص يمين انت ما تبقاش عارف تحدد هي بصة شمال ولا بصة يمين فده نوع من انواع الكومفلاج عشان تحير الفريسة عين بتبقى مثلا بصة في اليمين كده عشان ايه بتدور على الطعام والعين التانية بصة في الشمال عشان بتشوف هل في خطر هي هتتعرر ليه هل في حد جاي عشان يفترس فهي وهكذا يعني لديها لسان كوي وطويل عشان تصيد الحشرات يعني عندها عندها أقدام تشبه حرف في وزيل مثل اليد عشان تمسك كويس الأفرع بتاعة الأشجار الحاجات دي عبارة عن فيزيكال ادابتاشن او ستركترال ادابتاشن اللي هو التكيف التركيبي البيهيفيال ادابتاشن اللي هو التكيف السلوكي بقى إن إن دينجرس لما بتحس بخطر إتس كير إتس أتاكتر باي هي لما بتحس بخطر بتحاول تخوف العدو بتاعها عمنا لي شجاع السيمة بقى بتخوفه ازاي إت بافز أب إتس بادي وز إير بتمفخ جسمها بالهوى فيحس إن هي أكبر من حجمها تفتح فمها بالتساع تغير لون الحرفيش كل الحاجات دي بتعملها لما بتحس بخطر عشان تخوف الأنيمي عشان تخوف العدو اللي قدامها الحاجات دي بيبقى نوع من أنواع البيهيفيال ادابتاشن التكيف السلوكي طيب الفينك فوكس تعالى بالفينك بيعيش في الصحراء التكيف التركيبي بتاعه عنده فراء بني داكن بيتخفى ويحمي نفسه من أشاعة الشمس له آزان طويلة تلوز هيت تكول إتس بادي عشان يفقد الحرارة من هوي برد جسمه وتوالاو جود هيوينج فور هانس عشان بتقوي حسة السمع بتاعته عشان يقدر يسمع صوت السمول الأليمالز والإنسكس عشان يقدر يسمع الحشرات والكائنات الصغيرة دي فيروح يأكلها البيهيفيال ادابتاشن في الفينك فوكس اللي هو التكيف السلوكي في تعلم الفينك اللي هو بيلهس زي الكلب يلهس دا اللي هو بيطانع لسانه يقعد ينهج كده كأنه بيشغل نفسه زي تكيف كده اللي يسم بتاعه دا يعتبر التكيف بتاعه اللي بيخلي الجسم بتاعه يحس بانه يبقى كول يبرد الجسم بتاعه يعيش في الجحور يعني بيعيش في الجحور عشان يفضل برضو بيحس ببرودة جسمه في أيام الحرارة الشديدة يعني بيعمل نفسه باوروز اللي هو الجحور وبيدخل فيها بيأكل أنواع مختلفة من الطعام زي إنسكس وفروت وبلانت روتس وبريريمين اللي هو زي الحشرات والفواكه وجزوع النباتات وبقايا الحيوانات المفترسة يعني بقايا الفريسة اللي أكلها حيوانات قبل كده وتبقى منها حاجة تمام؟ بكوز إتز هارد توفاين فود إن ديزرد دا كله ليه هو بيأكل أي حاجة بتيجي قدامه عشان طبعا الصحراء الجو بتاعها بيبقى حر جدا مفيش مية صعب جدا يبقى فيه نباتات صعب جدا يبقى فيه حاجة تتاكل في يعني اللي بيجي قدامه بيأكله يعني بسبب إن الصحراء بيبقى هارد توفاين فود إن ديزرد طيب اللي تعالى بالكوتبي اللي هو زي ما قلنا وتندرا دي كول ديزرد هي صحراء باردة عشان كده هو الفير بتاع وايت بيبقى نون السنو بيبقى الفير بتاعه أبيض لون التلق طيب عايزين نعرف بقى المعلومات اللي احنا عرفناها قبل كده دي مين فيها هيبقى ومين فيها هيبقى تركيبي تكيف تركيبي ومين فيها هيبقى تكيف سلوكي وزي يبقى قولنا تكيف تركيبي ده يعني ربنا احطه في جسم الحيوان إنما تكيف سلوكي بقى طبيعة الحيوان في التعامل مع البيئة طيب اول حاجة فراء كسيف طبعا اي ما نشوف فر يبقى عشان يحس بالدفع هي عندها في الشتاء بيكون لون الفرو بتاعها ابيض انما في الصيف بيكون الفرو بتاعها بني عشان تقدر انها تستخبى من الفرائس اللي هي تقدر تروح تكلها في اي فصل ففي فصل الشتاء بيكون في تلج فالفرو بتاعها بيبقى ابيض عشان يستخبى في التلوج اللي نزلة في فصل الصيف الجو بيبقى حر جدا فعشان يغوز بقى في رمال الصحراء ويبقى شبه رمال الصحراء فبرضو يعرف يوصل للفريسة بتاعتم ما تهربش منه طيب عنده ايه كمان it has short ears and legs عنده الأذن القصيرة والأرجل القصيرة ودي to help it stays warm عشان بتساعد ان هو يفضل دافي كده و to strength the sense of hearing for heating عنده حاسة السمع للصيد عشان يروح يصطاد الحيوانات اللي هو هيكلها طيب الbehavior adaptation اللي هو التكايف السلوكي it eats different kinds of food التكايف السلوكي بتاعه انه هو عشان عايش في الصحراء و it's hard to find food in the desert ومس صعوبة انه هو يلاقي طعام في الصحراء فبياكل اي حاجة بقي يلاقيها insects, fruits, plant roots, prey, remain اي حاجة باقايا الفرائس جزوع النباتات الفواكه الحشرات اي حاجة بياكلها طيب البولشارك اللي هو كرش الصور زي ما قلنا و اللي هو مثل انه هو it can lives in fresh and salty water بيقدر يعيش في المية الملحة وفي المية العزبة وده مش متوفر في بقية اسماك الكروش طيب عايزين بقى نعرف من المواصفات اللي احنا قلناها برضو فين structure adaptation وفين الbehavior adaptation structure adaptation او physical adaptation ان هي it has dark back and white belly الضهر بتاعها اسود وبطنها ابيض وده ليه to hint and get food عشان تعرف تروح للفريسة وتضحك عليها فالفريسة تحط في دمخها ديرونها اسود قتالية هي اسود منبرة وبطنها بيضة هي ما تعرفش ان البطنها بيضة فما تقرب على الفريسة تقلب ضهرها التحت وبطنها الفوق فتبقى شايفة حاجة بيضة جاية عليها وهي متعونا ان سبك القرش لنو اسفد فما تبقاش عارفة تمام طيب ايه تهاش sharp teeth فريسة طبعا هي عندها اسنان حده جدا ليه to tear praise flash لتنزيق الفريسة ان هي اصلا بتتغذى على اللحوم يعني فان هي ايه بتدخدى بقى الفريسة اللي قدامها تمام to tear praise flash لتنزيق الفريسة طيب ايه بقى في البلي shark اللي احنا حكيناه عبارة عن behavior adaptation عبارة عن تكيف سلوكي it can hint in salty and fresh water بتقدر تصطاد في المية الملحة والمية العزبة and it feeds on different types of food وبتقدر تاكل مختلف انواع الغذاء it hints in the day and the night وبتقدر تصطاد في النهار يعني بتقدر تصطاد بالصبح وبتقدر تصطاد بالليل في النهار وفي الليل it spray can't predict hint time فالفريسة بتاعتها ما تقدرش تحدد امتى وقت الهجوم لان هي ممكن انها تاكل الصبح وممكن انها تاكل بالليل ممكن انها تهجي معانيهم بالصبح وممكن انها تهجي معانيهم بالليل فهو من اسماك الخطرة جدا يعني طيب حرباء النمر برضو اللي هي الشملون عايزين نعرف برضو اي فيها في اللي احنا قلناه behavior adaptation واي فيها physical adaptation وقلنا الbehavior adaptation اللي هو اللي هي it buffs up its body with air هي بتمفخ الجسمها بالهوى it opens its mouth wide بتفتح فالمها بالتساع it changes scales color بتلون نون الحرفيش بتاعها انما التركيب اللي هو التكيف التركيبي physical اللي هي it has bright colored scales اللي هي عندها حرفيش ملونة to camouflage with surrounding environment عشان تستخبه في البيئة المحيطة its eyes move in opposite direction يعنيها بتتحرك في اتجاهات مختلفة بحيث ان هي one eyes research for food and the other research of danger يعني to avoid danger يعني اللي هي عين بتدور على الطعام وعين بتخاف من الخطر it has very long sticky tango اللي هي عندها لسان طويل عشان تستطط بي بقى to hand insects for feeding تستطط بي الحشرات it has v shaped feet and tail like a hand وعندها الربل بتاعتها على شعك لحرف v2 يعني ايه hold tightly the branches of tree اللي هي تمسك بقى في جزوع الاشجار بكوة يعني تمام؟ طيب احنا كده اخدنا الادابتاشن in animals واخدنا انواعه اللي هو في عندي physical adaptation والbehavior adaptation طيب انا عايزة بقى الplant adaptation هل الplant برضو بتعمل نوع من انواع الادابتاشن؟ ايوه طبعا الplant برضو بتعمل adaptation ليه؟ عشان هي برضو عايزة تعيش طيب هناخد بعد الوقت الplant adaptation الplant adaptation plants can grow in every place and it has structural and behavior adaptation like animals that help them to survive يعني تستطيع النباتات العيشة في كل الاماكن وفي كل المناطق ولديها برضو تكيف تركيبي وسلوكي مثل الحيوان لتستطيع البقاء طيب examples of plants structural adaptation عايزين بقى امثلة على التكيف التركيبي للنباتات لو خبت مثلا نبات اسمه water lily النبات الاسمه water lily ده الهابيتات بتاعه يعني الموطن بتاعه بيعيش فين؟ بيعيش في الويتلاند يعني في المستنقاط طيب structural adaptation اللي هو التكيف التركيبي بتاعه عباره عن ايه؟ it has wide leaves float on water لها اوراق وسعه بتطفو على سطح الماء ليه؟ to absorb sunlight لامتصاص اشعة الشمس خلاص يبقى الواتر الليلي ده has wide leaves flat on water and it lives in wetland وده كله to absorb sign light لامتصاص اشعة الشمس طيب البلام تري اللي هو النخل البلام تري اللي هو النخل الهابيتات بتاعه في الديزرد بيعيش في الصحراء it has thick roots and small leaves لها جزور سميكة واوراق صغيرة ليه؟ to resist strong wind يعني لمقومة الرياح القوية to resist strong wind طيب البلام تري اللي هي شجرة الجليد دي الهابيتات بتاعها بيكون في الاماكن البردة يعني او في اماكن الجليد اللي هو السنوغ في الجليد طيب دي عندها نوعين من انواع التكيف التركيبي اللي هو structure adaptation اول حاجة it has a triangular shape and short branches عندها شكل كده عام زي شكل المسلس وعندها فروع صغيرة وده ليه؟ to allow snow to slide easily over it without breaking its branches عشان تسمح بالجليد ان هو ينزلق عليها بسهولة من غير ما يكسر الافرع بتاعتها كمان it has needle leaves عندها اوراق شائكة او اوراق عندها زي الدبابيس كده او اوراق عندها ابرية الشكل يعني شكل الابرة كده ليه؟ to prevent plant from lose of water عشان يمنع النبات من فقد الماء يبقى النباتات بتعمل adaptation زيها زي الانيميلس بالضبط الادابتاشن بتاحه بيكون في الستراكترال الهو التكايف التركيبي فعند لنا مثلا الووتر الليلي وتاني حاجة it has needle leaves to prevent plant from lose of water تمام عندنا ايه كمان عندنا المانجروف تري المانجروف تري اللي هي اشجار المانجروف الهابيتات بتاحها salt water بتعيش المية الملحة التكيف التركيب بتاحها it has long and strong roots ليها جزور طويلة و قوية it resist waves عشان برضو تقوم الامواج الاوكيشا تري نوع برضو من انواع الاشجار بتعيش فيه savannah force بتعيش فيه غابات السافنة its branches grow up بتانموا الفروع بتاعتها الاعلى it prevent animals from eating بتمنع الحيوانات منهم يكلوها طيب عندي كمان البرابري اللي هي الصبار وده الهابيتات بتاعه ده بيعيش في الـ desert برضو بيعيش في الصحرة ده it has sharp it has sharp لها اشواك حده to prevent animals from eating its leaves عشان يمنع الحيوانات من اكل اوراقها الحيوانات لما بتاكل الشجرة بتموتها والشجرة بتقوم عشان هي عايزة تعمل adapt and survive عايزة تعيش وتتكيف فبتعمل ايه؟ بتطلع شوق كده في الاوراق بتاعتها عشان الحيوانات ما تعرفش ايه تاكلها ولو حيوان كانها مرة يخاف يقرب منها تاني الاوكيشة 3 مثلاً بتطلع ريحة وحشة تخلي الحيوانات تبعد عنها وكمان بتخلي الوراق بتاعها سام وهكذا دي انواع من انواع structural adaptation التكيف التركيبي للـ plants للأشجار junior 4 ربنا معاكم ياولادي يعني معاكم ونحاول نساعدكم ما فيش حاجة عليكم صعبة بإذن الله بنحاول نبسطلكم الموضوع قسموا كده المعلومة واحدة واحدة واهم حاجة في الموضوع خدوه كحكاية ويفهموه هو لما هيجي اسئلته كلها هتبقى عايزك تبقى فاهم لو انت فاهم هتحل اي اسئلة تجي لك وربنا معاكم ان شاء الله طيب نتكلم بقى عن الاوكيشة 3 وبنقول ان هي it grows in savannah forest in africa اللي هي بتنمو في غابات السافانة في افريكيا طيب طيب هي الجزور بتاعتها بتكون لها جزور طويلة جدا بتنمو لاسفل بتكون لها جزور طويلة جدا يعني غابات السافانة دي معروفة انها الدرجة الحرارة اللي فيها بتبقى الشبيهة بالصحاري يعني بتبقى عالية وبيبقى الميا اللي فيها قليلة وفي بطن الارض بتبقى فيه مياه جوفية على بعد اعماق كبيرة عشان كده نوع من انواع التكايف الترجيبي لشجرة الاوكيشة دي ان التابروت بتاعها اللي هو الجزع بتاعها بيكون واتة دي عامل زي حاجة دقتها في الارض العمق تحت الارض بكتير بحيث انه هو يعرف يطلع المياه من تحت اعماق الارض دي ويستفاد بيها في الايام اللي مفيهاش مياه لان السافانة الجو بتاعها بيبقى عامل زي جو الصحراء الايام كتير مفيهاش مياه درجة الحرارة فيها برضو بتبقى عالية تمام؟ يبقى الروتس بتاع الاوكيشة تري تبقى الروتس تبقى الروتس بتبقى الروتس وده تبحث عن الواتر في ديب سائل الطرنك الطرنك اللي هو الجزع الجزع بتاعها تبقى الروتس تبقى الروتس تبقى الروتس يعني هي الشجرة دي عامنا بالضبط زي الجمل الجمل هو بيعيش في الصحراء فعشان كلت المياه ونضرتها بيخزن الاكل والمية عنده في الهامب بتاعه في الصنم بتاعه اللي بعد كده بيطلحها و بيأكلها في وقت الحاجة ليها لان هو بيعود بالشهور ما عندهش المياه ولا اكل كذلك هذه الشجرة لان النباتات بتاع السفنة بيبقى تجو فيها عامل زي جو الصحاري فهي برضو بتخزن في الجزع بتاعها المياه اللي بتجيبها عن طريق الجزر الواتدي بتاعها اللي هو التابروت ها بكوز يعني ايه يعني تقريبا ست شهور من السنة ما فيهمش مياه في غابات السفنة فهي بتخزن المياه اللي عندها دي اللي حين الحاجة اليها its trunk is very long and giraffe only can reach its sleeve يعني هي الجزوع بتاعتها بتبقى طويلة جدا فالشجرة دي غالبا الحيوانات مابتعافش تطلع انها تاكل منها معادة الزرافة الزرافة بس هي اللي ممكن تطلع تاكل منها طيب بتاع من ايه بقى عشان الزرافة متاكلش منها اللييفز بتاعتها الاوراق it has tiny leaves on its top to hold water طبعا الاوراق الصغيرة دي بتنمو على كمتها عشان تساعدها انها تحتفظ بالمية it has sharp spins to protect it from hungry animals الاوراق بتاعتها برضو ليها اشواك عشان تحمي نفسها من الحيوانات دايما الشجر بيعمل نفسه اشواك كده عشان الحيوانات متعرفش ايه تاكلها كل اللي احنا بنتكلم عنه ده في شجرة الاوكيشا 3 دوت في الـ structural adaptation ده في التكيف التركيب بتاعها طب في الـ behavior adaptation في التكيف السلوكي عندها ايه it defends itself by producing a position when animals eat its leaves بتدافع عن نفسها لما يجي حيوان من الحيوانات ويأكل ورقة منها واحنا قلنا ان ده صعب جدا ما بيحصلش غلاء والظرافة هي اللي اكلت ورقة منها لانها اشجارة عنية جدا بتروح عاملة ايه بقى؟ بتروح بتفرز سم وبتفرز السم ده ليه ريحة وحشة جدا زي ما يكون بتبلغ بقية الاشجار في الغابة انه خلوا بالكوا ان فيه حيوان وخلوا بالكوا عشان ما يكونش منكوا فيقوم الاشجار التانية كلها مساعداها وعملة نفس الريحة دي ومأصدرها نفس الريحة بتاعت النبات السام دوت غير كمان انها كده بتسمى من الحيوان فالحيوان ايه؟ يا حلم ان هو يقرب يجي يأكل منها تاني يعني اوكي؟ كمان هي بترسل رسائل كريهة الرائحة عشان تحفز باقي الاشجار على افراز السم فايه؟ يبتدي الحيوان ده يبتعد عن طريقهم خالص وما يجيش يكلهم تمام؟ طيب عندنا كمان نوع من الاشجار اللي هو كابوك تري شجر الكابوك ده الهابيتات بتاعه اتجروز ان امازون رينفورس ان برازيل بيعيش في غابات الامازون في البرازيل الغابات دي هي غابات ممطرة يعني بنقول عليها مطيرة يعني معظم السنة بيكون فيها مطرة فعشان كده نحس ان شكلها من فوق عمل زي الامبريلا كده بتحس ان هي عملة زي الشمسية طيب التكيف التركيب بتاعهم الروتس اللي هو الجزور عندها جزور كبيرة وعريضة بتسمى الجزور الداعمة اسمها باترز روتس اللي هي الجزور الداعمة بتنمو الجزورها لأعلى حوالين الجزوع عشان تثبت الشجرة بكوة في التربة الرطبة دي هي بتفضل التربة كأنها تربة طينية وتربة رطبة يعني رطبة كده بيبقى طينية يعني لأنها طول السنة في مطرة هي بتبقى الأرض مبلالة بتبقى أرض مطيرة تمام طيب الليفز الأوراق بتاعتها لها أوراق على شكل كاف الإيد بتبقى الأوراق بتاعتها متشابكة كده وعملة زي كاف الإيد ليه بقى؟ عشان تقالى ويند موف جنتلي وزاوت تيرينج أو كاتينج عشان تسمح للرياح إنها تعدي بسهولة من غير ما تقطع الأوراق بتاع الشجر أو تمزكها لأن الجو طبعا بيبقى جو ممطر وجو مليان رياح طيب البيهيفيور أدابتاشن التكايف السلوكي بتاعها It sends message by wind to attract bats to its smelly flower بتستخدم الرياح عشان ترسل رسائل تجيب الخفافيش ليه رأحتها ايه؟ الطيبة طيب إحنا كده شفنا الادابتاشن بتاع البلانس وشفنا الادابتاشن بتاع الانيميلز طيب الادابتاشن بقى بتاع الهيومن هو الهيومن ليه ادابتاشن طبعا الهيومن كمان عايز survive عايز يعيش طيب هو عشان يعيش عايز ياكل عايز يشرب عايز يتنفس والله هينقرد هو كبان ويموت طيب ايه هو بقى السيرفايفول الادابتاشن بتاع الهيومن اول حاجه هو عايز يتغزى عشان يتغزى لازم له دايجستيف سيسم اللي هو الجهاز الهضمي هنتعرف بقى دلوقتي مع بعض عن الجهاز الهضمي هاتب 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 البني ادم بياكل عشان ياخد عناصر غزائية وياخد طاقة طيب عشان يقدر يكمل الحياة بتاعته طيب لازم ان الطعام دو تيهضم هيهضم عن طريق ايه عن طريق دايجستيف سيسم عن طريق الجهاز الهضمي يبقى المفروض هنا ان انا هاعرف يعني ايه دايجستيف سيسم بقول بقول يعني جهاز مسؤول عن هضم الطعام وتفتيته يعني كتعة صغيرة جدا عشان تمد الجسم بالطاقة وبالعناصر الغزائية اللازمة طيب التركيب بتاعه عبارة عن ايه؟ طبعا ماوس بيبدأ بالفم عن طاقة إبقى صورت نظام a و المسبة حول اللازمة اصنصير اللي بتاخد بوضboth meer مريk المعدة الكبد عند البانكرياس المصف الا Stones يقوم والẩج انتيستنت اللي هي الأمعاء الغريزة والؤونس اللي هو فتحة الشرق يعني نهاية المستقيم تمام? طيب Reading Disk System starts with mouse and ends with anz يعني بيبدأ الجهاز الهاضمي بفتحة الفهم وبينتهي بفتحة الشرق يعني تمام اللي هو الاكل اللي بتدخله بيتهضم و بتاخد العناصر بتاعتك اللي انت عايزة و تزايد عنك و مش محتاج و يبتدي الجسم و يترده عن طريق المستقيم و فتحة الشراج فتدخل التوالد تمام طيب الماوس عايزين نعرف اول حاجة الماوس بيعمل ليه الماوس الماوس دايجيسشن اوفوود بيجينز اندف ماوس هضم الطعام بيبدأ في الفم ماوس كونتينز تيس و تانجيو و سيلفيا يعني بيبعنده الاسنان واللسان و السيلفيا السيلفا دي اللي هو اللعاب اللعب اللي بيسهل علينا عملية المضغ فانجشن اوف تيس يعني اه وظائف الاسنان اتبريكس اند كراشيز فود دورنج شوينج يعني بتاهمن الاسنان على تفتيت الطعام و تقطيع اسماء اسماء المضغ فانكشن اوف تانجيو اللي هو يعني وظيفة اللسان ات ميكسز فود ويز ساليفا الماوس يعني بيقلب الطعام مع اللعاب عشان يجعله لينا طريا الساليفا دي اللي هو المادة اللي بيفرزها اللعاب فانكشن اوف ساليفا it facilitates the slowing of food يعني بتسهل عملية البلعة digest starch into sugar وبتهدم النشا لسكر طيب بعد كده الاسوفيجوس اللي هو الانبوب العدلي الاسنصير بقى اللي هو بياخد الاكل من الفم وينزله للمعدة it is a long muscular tube هو انبوب عدلي طويل الفانكشن اوف اسوفيجوس اللي هو الوظيفة بتاعة المريء it moves the food down into the stomach بيقوم بتحريق الطعام الى المعدة عندي الاستومش اللي هي المعدة it is a muscular organ اللي هو برضو عضو من اعضاء الجهاز الهضمي الفانكشن بتاعه it mixes food with stomach acid to get soupy liquid يعني بيخلط الطعام بالحامض المعدة عشان يديني سائل نقدر بعد كده نكمل به عملية الهضم عشان كده في المعدة بيبقى فيه الانزيم بتاع gastric juice او العصارة المعدية اللي بتساعدني to get soupy liquid ان انا يبقى عندي سائل اقدر بعد كده ان انا امرره على كل الجسم واخد منه نيوتريانز والانرجي اللي انا عايزهم طيب بعد كده عندي small intestine وال large intestine وللمعلومة ان large intestine دي بتكون حوالين او around the small intestine يعني the small intestine دي بتبقى inside the large intestine اوكي small intestine دي بتكون long winding tube يعني امبوب ملفوف كده حوالين بعضه طويل with length 6 متر يعني بيكون تقريبا طوله 6 امطار البانكرياس and liver اللي هو البانكرياس والكبد secrete juice in small intestine to help in break food into nutrients يعني بيقوم بافراز عصارات الكبد والبانكرياس بيفرز عصارات في الامعاء الدقيقة اللي بتساعد على هضم الطعام the blood carries nutrients to all body parts بيحمل الدم من عناصر الغذائية لجميع اجزاء الجسم function of small intestine اللي هو الوظيفة بتاعة الامعاء الدقيقة complete digestion of food بتكمل عملية هضم الطعام وابزورب نيوتريانز وامتصاص العناصر الغذائية تيجي بعد كده large intestine اللي هي الامعاء الغريزة الامعاء الغريزة منهج دعا بعملية الهضم لان عملية الهضم خلاص انتهت في الامعاء small intestine او من العامية اللي بيتم فيه large intestine اللي هو absorb water and salt from the food هتاخد بقى المية والاملاح from the remaining food من العناصر الغذائية المتبكية and through away the waste وبعدين هترمي الفضلات برا عن طريقين owns عن طريقين نها بتوديها للمستقيم طيب هي وال large intestine دعا برا عن ايه a tube starts from end of small intestine and ends with owns يعني هو امبوب بينتهي بانتهاء الامعاء الصغيرة وبينتهي هو بقى عند ايه عند فتحة الشرق او اللي هو المستقيم يعني طيب how to keep our digestive system healthy ازاي اخلي الجهاز الهضمي بتاعي جهاز صحي وسليم اول حاجة show the food well لازم امضغ الطعام جيدا ما تبلعش وتزلط عشان الاكل ما يقفش في زورك ويبقى صعب في الهضم انضغ انضغ كويس كل ما ندخت الطعام وفتت وكل ما سهل عليك عمليات الهضم فما تحسش بوصره هضم بقى don't eat much fast meals ما تتناولش الوجبات السريعة كتير مش تول النهار بيرجر وكنتاكي وفرايت شيكن ومش عارف ايه لا يعني كل الاكل الصحي healthy food اللي هو vegetables و fruits انما الاكل اللي كله معمول بالزيت واللي هو الفاست فود دوت الغلط يقيل عن معده يعني عايز تاكله كل مرة في الاسبوع مش مش يوميا عشان كمان بيعمل لك فات بيعمل لك دهون وكمان ممكن يؤدي ان انت يجي لك مرض السكر ولا عزو بالله وكمان بيبقى ضرر على digestive system بيتعبوا يعني drink a lot amount of water يعني اشرب ميا بكسرة practice sports regularly يعني مارس الرياضة بانتظام مارس الرياضة بانتظام يعني المفروض ان انت تمارس الرياضة يوميا كمان عشان ده هيحسن من عملية الهضم وعملية الدورة الدموية في جسمك طيب عايزين نعرف digestive system في الانيمالز في الحيوانات هنا جايب لي الفرق ما بين digestive system of cow which eat grass and plant and digestive system in the dog which eat meat يعني الكلب بيأكل اللحمة انما البقر من الحيوانات العشبية اللي هي بتاكل ال plants وال grass وكده النباتات يعني فايه شكل الجهاز اللي هضمي في كل منهم فهنلاقي ان الجهاز الهضم بتاعهم متشابه الاتنين الجهاز الهضم بتاعهم بيبدأ بالماوس وبعد الماوس فيه ال esophagus برضو وبعد ال esophagus فيه ال stomach وبعد ال stomach برضو فيه ال instants وعند ال ons برضو فهم تقريبا مشابهين لجسم الإنسان مفيش يعني اختلاف طيب انما الاختلاف بتاعهم بيكون في ايه بقى او ال adaptation بقى بتاع digestive system في الكاو وفي الدوك بيكون فيه teeth ليه لان الدوك بيأكل ميت فمحتاج sharp teeth انما الكاو بتاكل grass فمحتاجة flat teeth اسنان مستوية ولكن الدوك بيأكل ميت فمش محتاج الميت بتتخدم بسرعة فمش محتاج اللوانستو مش بس انما الكاو عشان بتاكل plan و grass ودولة بيبقوا hard في ال digestive يعني بيكونوا صاحبين في الهضم فهي محتاجة يكون عندها stomach with four rooms باربع غرف عندها المعدة بتاعتها فيها اربع غرف عشان تعرف تهدم الطعام كويس يبقى adaptation of digestive system of cow أو long digestive system الكاو has four stomach like organs as it eats growth difficult to be digestive يبقى هي بتحتوي معدة البقرة على اربع حجرات عشان تتكيف مع العجب اللي بيصعب هضمه انما الكاو has flat teeth suitable for eating grass عندها اسنار مستوية تتناسب مع اكل الاعشاب و النباتات when a cow digestive system not adapted to eat grass it searches for another food to survive نوع من انواع الادابتاشن ان لو البقرة او الجموسة او نوع من البهايم دولة اللي هما تعبنين مثلا مش عارفين ان هما يكلوا الحشيش لان الحشيش بيتعبهم مثلا في الهضم لانهم عينين او كده بتحاول بقى ان هي تدور عن انواع تانية تاكلها زي ايه مثلا بيكلوا حاجة اسمها العلف بتاع البهايم بقى الكذب والعلف بتاع البهايم و كده تمام طيب الادابتاشن زي ما قلنا في الdigestion system بتاع الدوج هو عنده short digestive system لانه عنده one stomach بس because he eat meat and the meat easy to be digested يعني تمام وعنده sharp teeth suitable for eating the meat طيب احنا كده خلصنا الdigestion ولكن برضو لسه في الادابتاشن of the human الهيومن لان هو اليد بتاعته بيعمله digestive طيب النفس بقى يتنفس ازاي عشان يفضل يعيش لازم يتنفس اللي هو take oxygen and get carbon dioxide بياخد breathe in oxygen و breathe out carbon dioxide بياخد لجوه الاكسوجين وبيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون فالمفتوض ان انا اعرف الريسپاراتوري سيستم بيشتغل ازاي اللي هو جهاز التنفسي هيشتغل ازاي طيب احنا عرفنا الهيومن عشان يعرف يعمل survive للبيئة اللي هو عايش فيها محتاج يعمل adaptation والادابتيشن بتاعته اللي هو ازاي يأكل ازاي يشرب ازاي يتنفس وده كله عشان يمدي الجسم بتاعه بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة دي وظيفتهم انهم بيخلوا الجسم يقوم بان الاجهزة الحيوية بتاعته اللي فيه تقوم بوظائفها الجهاز التنفسي يعرف يتنفس القلب يعرف يضخ القلب وكل ده بيبقى محتاج طاقة بياخدها من العناصر الغذائية اللي بتدخله طيب خلصنا ال دلوقتي احنا في الجهاز التنفسي الانسان ما يقدرش يقعد ثلاث دقايق على بعض من غير قاعد وهو نام بيبقى التنفس بتاعه اقل من لما بيكون بيعمل مجهود يعني جرب تطلع سلم كده هتلاقي نفسك بيعمل ها ها بيبقى اسرع بيبقى اقوى جرب تجري كده بيقول ايه انت نفسك هيتقطع تبقى او انت برتاح لان النفس وانحنا قاعدين بيكون بطيء انما لما بنعمل مجهود او بنبذل طاقة بيكون النفس بتاعنا اعلى وكل ما بنبذل طاقة اقوى كل ما تنفس بيعمل اكتر جرب كده تطلع مثلا 10 دوار 5 دوار شوف نفسك هيبقى عمل ازاي طيب احنا بقى عايزين نعرف دلوقتي عملية التنفس دي اهميتها ايه نحافظ بتاخد اكسجين وبتطلع كاربون دايكزايد طيب الرسپاراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي التعريف بتاعه هو الجهاز المسؤول عن التنفس اثناء ما انت قاعد التنفس بتاعك بيبقى اقل يعني بيبقى بطيق شوية بيبقى بيبقى سريع اكتر لما بتتحرك او بتجري او كده زي ما قلنا طيب الرسپاراتوري اللي هي عملية التنفس تعرف ايه بقى ابروسس باي ويتش اير كاري اكسجين جاز انتو بادي انتو باي كاربون دايكزايد كاريين كاربون دايكزايد جاز اوت اوف دايكزايد يعني هو بيكون عملية باخد فيها الاكسجين اند بريز اوت الكاربون دايكزايد وبخرك فيها الكاربون دايكزايد طيب الجهاز التنفسي مكون من بعض الاعضاء زي النوز اللي هم الامف السروت اللي هو البلعوم او اللي بقول عليه فرينكس يعني ممكن اقول سروت وممكن اقول فرينكس اللي اتنين معناهم بلعوم الاسهل عليك اعرفها بس اعرف الاتنين يعني كده عشان نوجي لك سؤال مرة فيه سروت ومرة فيه فرانكس لانه في الساينز بالانجلش يعني بيلعب بالكلمات شوي تمام عندي عندي الدايا فرام تمام يبقى عندنا الانفة عندنا البلعوم عندنا الكصبة الهوائية الرئتين الحجاب الحاجس وقال لك الهوائية الهوائية المنزل يمتلك بعض الانفة التي تقوله النوز والسروت اللي هو تكتب بقى سروت انتحر وتكتب انتحر أو تريكيا أو الدايا فرام تمام يبقى ديافرام تريكيا سروت ونوز طيب عايزين بقى نعرف كيف يعمل الجهاز التنفسي انا عندي النوز ثم التريكيا ثم هنا الفرنكس طبعا النوز الاول بعدين الفرنكس وبعدين التريكيا وبعدين التو لانجز جوة ترو لانجز البرونكي والبرونكي دي فيهم تو برونكي برضو بيتفرع منهم حاجات اصغر بقى اللي هي الكسيبات الصغيرة أو الشعب الصغيرة اللي هي اسمها برونكيولز تمام وعندي تحت الديافرام طيب أثناء التنفس الهوا بيدخل من المهاخير وبعدين السروت اللي هو البلعوم أو الفرنكس يعني بينزل في البلعوم أو اللي هو في الفرنكس أو في السروت تراكيا أو اللي هما بينزل بعد كده في التراكيا وفي التو اللي هما بعد كده بيتملوا بالهوا فبيعملوا زي البلونات كده بيبقوا كأنهم اتنين بلونة وبعدين التراكيا دي بقى بمتفرع لتو برونكي متفرع لقصبتين تانيين هوائين والقصبتين التانيين دولت برضو فيهم شعيبات أصغر اسمهم برونكيولونز تمام طيب ايرساكس اللي هما بتحط بقى بحواسيرات هوائية أو أكياس صغيرة دي بتبقوا محاطة بي محاطة بشبكة من الأوعية الدموية عشان تستخرص الأكسوجين من الهوا طيب يعني الدم بيحمل غاز الأكسوجين لجميع أجزاء الجسم عشان تستطيع القيام بوظائفها المختلفة الدم بقى القلب يعرف يضخ العقل يعرف يفكر الإيد تعرف تتحرك الرجل تعرف تمشي كل حاجة تقوم بجهازها اللي هي مكلفة عن طريق أن الدم بيحمل الأكسوجين ويده لهم الأكسوجين لو مش موجود كل الأجهزة دي بتقف الإنسان بيموت الديافرام دي عضلة بتساعد عملية الشهيق والزفير أو هي الأساس أصلا في عملية الشهيق والزفير طيب دي عملية اللي بيتدخل فيها الهوى لجسمك هتاخد هوا يعني هتاخد الأكسوجين بيمتتمدد الحجاب الحاجز لإدخال الأكسوجين للرئتين والقفص الصدري المساحة بتاعة الصدر المرفوض أن العضلة بتاعة الحجاب الحاجز هتنزل لتحت لما هتنزل لتحت هتوسع مكان فالصدر هيتسع الشيست هيعمله increase عشان يبقى في مكان أن الهوى يخش يملى الرئتين تمام طيب إنما في الن عملية الزفير بقى الحجاب الحاجز هيبتدي يرتفع فهيبتدي يدي المساحة بتاعة الصدر يحصل لها تنكس يعني أو تنكمش عشان بقى تزق أو تطرد الغاز اللي فيه ثاني أكسيد الكربون من الرئتين فبيضيق الكفص الصدري وانت وجرب وانت قاعد كده امسك صدرك وعمل دخلت الهوى فهتلاحظ إن إيه من عند معدتك كده العضل اللي فيها دي نزلت لتحت والصدر والصدري التسع عشان الهوى دخل وبعدين نجرب بقى إن انت دخلت وده طلع اهو هتبص تلاقي القفص الصدري بتاعك ده طلع لفوق وابتدى إن هو يطرد الهوى ومساحة الصدري دائت عشان الهوى يخرج منها تمام طيب how to keep respiratory system healthy ازاي احافظ على respiratory system جهاز التنفس بتاعي اول حاجة avoid smoking اتجنب التدخين eat fruits rich with vitamins يعني هاكل الفواكه اللي فيها فيتامينات اللي بيبقى فيها vitamin C اللي فيها vitamin C breathing clean air هتنفس هواء مقي طيب بعد كده عايزين نعرف احنا دلوقتي بناخد الادابتاشن بتاعة all organisms كل الكائنات الحياء فاحنا اخذنا الانيمال واخذنا الplants واخذنا الهيومن عايزين ناخد الاسماك how fish breath كيف تتنفس الاسماك وطبعا الاسماك بيبقى فيها اختلاف مع البني ادم وبيبقى فيها تشابه مع البني ادم طيب الاختلاف ما بين تنفس الاسماك والبني ادم ايه difference between human and fish ان fish have gills and human has two lungs بيمتلك الانسان رئتين انما السمك بيبقى عنده gills اللي هم الخياشيم الخياشيم هات سمكة كده في البيت مومي بتعمل سمك كده تفتح لك راس السمكة هتلاقي فيها حاجة عاملة زي المروحة كده في الجنب المروحتين اللي موجودين في الجنب من الناحية دي ومن الناحية دي الاسماك بتعيش في المية بس ما تقدرش تعيش على الارض ليه يجي يقول لك give reason fish lives under water but it can't live on land because fish have gills عشان هي عندها خياشيم so it can breeze under water تقدر تتنفس تحت المية with gills من الخياشيم بتاعها but it can't live on land ما تقدرش تعيش على الارض لانها مش تعاف تتنفس اكسجين بالجلز بتاعتها على الارض انما هيومن has two lungs عشان كده هيومن lives on land but it can't live under water عشان كده هيومن بيعيش على الارض انما ما يقدرش يعيش في المية طيق عايزين نشوف بقى احنا شفنا ال different عايزين بقى نشوف اوجه التشابه بين الانسان والاسماك اللي هو similar between هيومن and fish both of them انهيل اوكسجين and اكسهيل كاربون دايكسايد هم اللي اتنين بيتنفزوا اوكسجين وبيتردوا الكاربون دايكسايد بلاد فيزلز كاري اوكسجين جاس to all body parts واللي اتنين عندهم اوعية دموية بتاخد غاز الاكسجين وتوزاوه على جميع اجزاء الجسم يبقى similar between الهيومن and fish ان to all body parts طيب الادابتاشن of fish to live under water ازاي بقى السمكة بتتكيف عشان تعيش تحت المية طيب هي have gills ودي اصلا نوع من انواع ايه انواع الستركتشور اا ادابتاشن يعني اللي هو التكيف التركيبي رب انه هو اللي مديها الجلز دي to allow it to live and breathe under water عشان تتمكن من العيش والتنفس تحت المية gills are found on sides of a fish head and has ability to open and close الخياشمة هي اللي هي مرسومة دي اللي عام ها زي المروحة في السمكة دي دي موجودة على جانبي دماغ السمكة من الناحيتين يعني الدماغ هنا في الناحية لمن في حتة وفي الناحية الشمال في حتة زي ها بتفتح وتقفل عشان تتنفس الا الاكسجين المية بتدخل الفم بتاع السمكة وبتطلع بقى بتدخل وتطلع كده عن طريق الجيلز دي عن طريق الخياشين بتاعة السمكة طبعا المية بتبقى محملة بغاز الاكسجين اللي بتتنفسه الا السمكة واللي بيدخل لها وبيخرج لها من عن طريق الجيلز عن طريق الخياشين الاوعية الدموية اللي موجودة في الخياشين دي هتاخد الاكسجين بتاع السمكة ده وتمرره على جميع اجزاء السمكة وتوزعه على جميع اجزاء الجسم الناحية التانية من الخياشين هتطلع منها الكاربون دايكسايد طيب طبعا الميا الملوسة بتؤثر على صحة الاسماك اللي بتتالي بعد كده بتضر النبات وتؤثر برضه على صحة الانسان لانها هي منظومة كده بتسلم لبعضيها توازن بيئي ان كل حاجة في البيئة بتأثر على الحاجة التانية عشان كده كل حاجة لازم تبقى بكمية محدودة بقدر معين بحجم معين بشكل معين لو حاجة منهم اختلت يعني تباعا كده هتختل بقية البيئة كلها فطبعا لما الميا بتبقى ملوسة بيبقى فيها دي افاكس ان فيش هلسي بتأثر على صحة السمك وإحنا لما ناكله بقى هو ملوس أو في حاجة وهذا بالتالي هيؤثر على صحة الانسان وحتى الميا دي برضو لما يتسيئ منها النبات هتأثر في النبات فتيجي برضو تأثر بالانسان والدر بالبيئة كلها تمام يبقى الانسان بيتأثر الحيوان بيتأثر النبات بيتأثر وهكذا كله مسلم لكله طيب لدينا نوعين من التغير البيئي عندنا نوع في التغير البيئي بيكون سبب تغيرات طبيعية ونوع تاني بيكون سبب أنشطة الانسان طيب النوع اللي سببه النترال تشينجز اللي هي التغيرات الطبيعية دي دايما التغيرات الطبيعية اللي بتحصل بفعل الطبيعة بتكون يعني بسيطة وبتكون بطيئة ما بتحصلش يعني باستمرار زي مثلا وبيكون التغير فيها يقدر الكائن الحي أنه يتعامل معها ويتكيف مع التغير بتاع البيئة دي تمام طيب إنما التغيرات اللي بتحصل بفعل الإنسان دايما بيكون سريع وطبع التغيرات دي مثلا زي التلوث زي مثلا قطع الأشجار وأن أنت تجور على الأراضي الزراعية فبكل نسبة النبات ومساحات الخضراء وهكذا أورجانايمز كانت أدابت وي دي تجينج كوز موف داي أو يعني إكستينك أو أورجانايمز يعني هذا النشاط بتاع الإنسان بتاع الهومن اكتيفتز دا بيأصل على الأورجانايمز بيأصل على الكائنات الحية لأنهم كانت أدابت دي ما بيقدرش يتكيفه معاه إنه هو دا بيقدي إليه إيد كوز بقى موف إنهم يمشوا من المكان أو داي أو إنهم ينقردوا خالص تمام أو يؤدي إن أنقرد هذه الكائنات الحائية طيب إزاي هتستطيع الكائنات الحية النجا من التلوث الذي يحدثه الإنسان أول حاجة أول حاجة يعني هيروحوا أو هابيتيت يروحوا مثلا لموتن ثاني أو هيروحوا مكان ثاني دا الحيوانات بتهاجل من المكان وتروح لمكان ثاني المكان اللي فيه تلوث مش عارفة تعيش فيها هتمشي منه وتروح لمكان ثاني دا نوع من أنواع الـ الـ اللي بيعملهم من أني بيعملهم عشان يعيش طيب بالنسبة للـ البلانس البلانس depend on seeds to be plant مش احنا خلنا في الانجليش ان السيد بناخدها نحطها في الصويل فتعملي البلانت طيب يبقى البلانت دا depend on seeds بيعتمد النبات على البذرة to be planted عشان يتزرع in a better place to survive and grow عشان يتزرع في مكان كويس ويعيش ويحيا فالبذرة دي برضو هتحاول انها تمشي من المكان اللي فيه تلاوث دا تروح لمكان تاني عشان تعمل نبات مش احنا عندنا البذرة خلناها انها بتنتقل عن طريق 3 حاجات ياما بتنتقل عن طريق الرياح والهوى بيطيروها ياما مثلا لو بذرة بتكون على وش المية والمية هي اللي بتمشيها ياما بتنتقل في جلود الحيوانات يبقى هتتنقل من المكان اللي فيه التلاوث دا بأي طريقة من الطرق دي وتروح لمكان تاني احسن تقدر انها تنمو وتعيش فيه وتعمل نباتات تانية جديدة وده انواع من انواع الادابتاشن اللي بيعملوها الانيميل عايزين بقى نشوف امثلة على التغيرات الطبيعية وامثلة على تغيرات اللي بتحدث بسبب انشطة الانسان التغيرات الطبيعية اللي هي التغيرات عندنا تغير في درجات الحرارة بيئة يعني بيئة كتحر بقت برد جدا فالحيوانات اللي فيها مش هتقدر تعيش فهيروحوا يتنقلوا لمكان تاني حر بيئة برد جدا بقت حر جدا فالحيوان اللي فيها مش هتقدر يعيش لانه متعود على البرد فهيتنقل منها ويهاجل لبيئة تانية تكون برد وهكذا طيب الهو كمية الامطار المتسقطة يعني الحيوان كان قاعد في مكان ما فيهوش مطر خالص فهو متعود عن انه يعيش في المكان ما فيهوش مطر ده لما المطر يبتدي يسقط في المكان ده ويسقط بكمية كبيرة يوم الحيوان يهاجل من المكان ده ويروح لمكان تاني يكون فيه مطر بيسقط بكمية قليلة زي ما هو متعود والعكس الصحيح تمام طيب weather events as winds and floods يعني الظروف المناخية القاسية زي للرياح اللي هي winds and floods والفيضانات لما مثلا يتيجي رياح شديدة بتيجي اللي هي حرائق الغابات لما بيحصل حرائق الغابات فيه حيوانات كتير بتموت وفيه حيوانات بتقدر انها تنجم نفسيها فهتهاجل برضو أو هتبحث عن بيئات تنج دي بتبقى تغيرات بفعل الطبيعة بقى من عند ربنا كده الإنسان مانوش داخلي فيها وما يقدرش ان هو يتحكم فيها إنما فيه تغيرات تانية بفعل الإنسان الهيوم الأكتيفتز دي بتبقى زي إيه بقى أول حاجة كأكزامبلز على الهيوم الأكتيفتز اللي هي التغيرات بسبب أنشدة الإنسان قطع الأشجار في الغابات فلما الإنسان يقطع الأشجار من الغابات الحيوانات اللي متعودة انها تعيش في الغابات دي هتمشي منها وتسيبها وتروح لمكان تاني اللي هو تجريف التربة تجريف التربة ده اللي هو بيبتدي بقى يبني على الأراضي الزراعية ويبني بيوت ويدايا المساحات الزراعية وده طبعا بيأثر على البيئة كلها عوادم السيارات والمصانع إن هم يرموا المخلفات بقى في المية اللي هتلوس المية وبالتالي هتلوس الأسماك وبالتالي هيموت النبات ويموت الحيوان وتأصل الأسماك دي على صحة الإنزال نما يأكلها فهو كمان هيتلوس ويجلو أمراض ويموت إنه يروي التربة بماء ملوس إنه يوضع حيوانات أو نباتات في بيئات مختلفة عن البيئة الأصلية بتاعتها كل دي عوامل بتجعل هناك تغيير في سروق وفي حياة الكائن الحي يعني وبيكون سببها يأما تغييرات تبعية زي ما قلنا يأما تغييرات بسبب الإنسان طيب بيتأثر برضو الإنسان بالتغيير البيئي زي الـ 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 هو تلوس الهواء ده بيخلي البني آدم عنده صعوبة في التنفس وكمان بيخليه مصاب بعدين من الأمراض أمراض الرئة بقى وسلطانات وحاجات كده ولا يازو بالله يعني ربنا يحفظنا الـ الـ اللي هو تلوس الماء بيؤدي لعدم ميحشور بنظيفة تلوس التربة ده بيؤدي لعدم نمو والمحاصيل يبقى برضو كل أي بوليوشن أو أي في البيئة اللي حوالينا بيأثر على الهيومن بيأثر برضو على الإنسان طيب الـ الأشخاص اللي بيعيشوا في المدن هم أكثر عرضة لتلوس الهواء فعشان هم متحردين لتلوس الهواء هم برضو أكثر عرضة للأمراض زي اللانس دامج اللي هو تدمير الرئتين وهارت بروبلمز اللي هي أزمات القلب ومرض الرب طيب ايه دول الإنسان في إعادة التوازن من جديد اللي هو الأشجار اللي اتخلعت من الغبات دي وإنه جرفنا الأرض وعملنا تلوسات نعمل فيهم إيه نصلح الكلام ده ازاي أول حاجة ري بلانينج ري بلانتينج كلير فورست يعني إعادة زراعة الغبات التي أزيلت ري بلانتينج كلير فورست يعني إعادة زراعة الغبات التي أزيلت ريموفينج اير اند ووتر بوليوشن إن احنا نتخلص من ملوسات الماء والهوى كيبينج بلانت ان انيمال ان ديس ايكو سيستم إن احنا نجعل على بقاء الكائنات الحية في موطنها الأساسي طيب آخر حاجة معانا في الدرس الأول أو المفهوم الأول هو ادابتاشن اند سيرفايف إحنا خلنا دلوقتي إزاي بتتكيف وتعيش الحيوانات إزاي بتتكيف وتعيش النباتات إزاي بتتكيف وتعيش الأسماك إزاي بتتكيف وتعيش الأسماك إزاي بتتكيف وتعيش الإنسان وعرفنا النظام بتاع التنفس وعرفنا النظام الهضم بتاعه دلوقتي بقي معانا نظام البرمائيات ويعني إيه برمائيات يعني الحيوان اللي بيعيش عالأرض بيعيش في البر وفي نفس الوقت بيعيش في الميا يعني يقدر يعيش في الاتنين عشان كده بسميهم البرمائيات يلا مع بعض نشوف طريق التكيف البرمائيات الأمفيبيانز اللي هم البرمائيات زي مقلنا يعني بيعيشوا على الأرض وبيعيشوا في المية They are small animals هم حيوانات صغيرة such as زي الفروغز الضفادع التودز أنواع برضو من أنواع الضفادع السلميندرز اللي هو حيوان السلميندر They can live in different environments يعني بيعيشوا في بيئات مختلفة لأنهم بيعيشوا في المية وبيعيشوا على الأرض كمان زي بيئات الـ Rainforest اللي هي الغابات الممترة أو الـ Stream اللي هي مقرى المياه أو البونز أو البرك الـ Respiration in these animals هالتنفس فيه هؤلاء الحيوانات يعني اللي هم البرمائيات بيتنفسوا طبعا زي مقلنا بيتنفسوا في المية وبيتنفسوا على الأرض على الأرض بيستخدموا زي يقوم زي البني أدمين بالزبط وفي الـ Water They can also breathe oxygen from water using skin organ بيتنفسوا عن طريق أعضاء الجلد يعني وده نوع من أنواع الـ Physical Adaptation اللي هو التكيف التركيبي اللي ربنا جعلوا فيهم يعني عشان يقدروا يعيشوا في المية وفي نفس الوقت هما بيكونوا بيعيشوا في الأرض The rule of science to protect these animals إزاي هيحموهم العلماء يعني إزاي العلماء هيحموا هذه الحيوانات البرمائية طيب وإيه هي The factors which cause dying to these animals يعني إيه هي العوامل اللي بتسبب وفاة هذه الحيوانات أو اللي بتسبب extinction لهذه الحيوانات اللي هو الإنكراد طيب أول حاجة Water والAir pollution تلوث المية والهوى بيسبب موت هذه الحيوانات وإنكرادها Destroying natural habitat تدمير الموطن الطبيعي Viruses in water الفيروسات والميكروبات في المية تمام طيب بيقول لي Golden frogs اللي هي الضفاضع الذهبية آآ دي بتعتبر يعني إيه آآ أهم آآ أشكال الأنواع الدفاضع يعني اللي بتكون معرضة للإنكراد عشان كده يعني بيحاول العلماء إن هم آآ يمنعوهم من الإنكراد لأنهم دلوقتي عددهم قليلين جدا العوامل دي أثرت فيهم وابتدوا ينقردوا يعني طيب البروتكشن بقى إزاي هحمي البرمائيات دي من الإنكراد أول حاجة Avoid throwing waste materials in water يعني يعني همنع أو هتجنب القاء المخلفات في المية آآ كمان dispose of chemicals in a correct way to avoid water pollution إن أنا لو عندي كيمويات آآ أو عوادي منتجة من المصانع هحاول إن أنا أتخلص منها بطريقة آآ صحيحة يعني دون أن أنا ألوس المية مرميهاش في المية خلص منها بأي طريقة تانية من غير ما أنا ألوس المية عشان أحافظ على الحيوانات دي من الإنكراد كده إحنا شرحنا الكونسبت واحد كله adaptation and survival وهو آآ يعني شرحه مراجعة آآ عشان الامتحان بتاع نصف العام إن شاء الله هنكمل مع بعض بقيه المنهج وهننزل كل الدروس بتاعت الوحدة الأولى والوحدة التانية وأرجو إن أنا أكون الشرح بتاعي مبسط وبيسهل لكم الموضوع وتكونوا فهمتوا مني وشكرا على حسن الاستماع ومن فضلكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة من زر الاشتراك واتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديو ولو عجبكم الفيديو أعملوا عليه لايك عشان الفيديو يعني لو ناس أكتر تشوفوا ولو استفدتم من الفيديو بلغوا بقى أصحابكم أو معرفكم أو أي حد عايز يذاكر ستاينز من غير ما ياخد فيه درسه ومن غير ما يليق للدروس الخصوصية إنه يتابع القناة وهيلاقي عليها كل المناهج مبسطة ومشروحة بطريقة تفدكم بإذن الله مستنية الكومنس بتاعتكم لأي طلبات لأي انتقاضات لأي مواضيع يعني ممكن تفدكم معرفة ساعد فيها لأي أسئلة عايزيني أحلها أنا تحت أمركم شكرا لكم على حسن الاستماع كانت معكم قناة منوارة العلم انجلو شوريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة